بعد يومين من جلسة النقاش المتواصلة اختتم فعالية الملتقى الدولي للمحامين الذي جمع رجال المهنة وقانونيين دوليين ومتعاملين اقتصاديين حول مواضيع قانونية تكنولوجية واقتصادية ملتقى مهني بامتياز وهو ملتقى قد يعطي شغفاً ويحيي بعض التطلعات او العديد من التطلعات نحو افاق نحو ملتقاية اخرى في اختصاصات اخرى تجمع كل اخسائيين الزمية تكوين المحامين وتطوير الكفاءات المهنية في الذكاء الاصطناعي ضرورة تكريس آلية قانونية لحماية البيانات الشخصية وتكريس حق المواطن في بيئة سليمة في مجال الاستثمار هي ابرز التوصية التي تمخذت عن طاولة النقاش التي جمعت محامين جزائريين بنظرائهم الاوروبيين هذه من اهم النقاط التي اثرناها واضافة للنقاط اخرى من اهمها الزمية تكوين المحامي في الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور الرقمي تطوير الكفاءات المهنية في مجال الذكاء الاصطناعي التي لا محالة تكون في تحقيق الامن القانوني تكريس آليات القانونية والتقنية لضمان حماية المعطايات الشخصية مشاركة المحامين في مثل هذه المنتديات الدولية تعكس التزامهم بتطوير مهنتهم مما يعزز دورهم كحماة للعدالة وحقوق الانسان في عصر الرقمنة